نهاية ساعاتي وبنهاية الفيديو ارجو ان الفيديو ينام على السلسات السلام عليكم شباب شونكم اخباركم ان شاء الله تكونون بخير طبعا عازفين على التاخير بالفيديوهات بس ظروف صارت عندنا رجعنا لكم فيديو جديد فيديو اليوم رح يكون من شركة هزوز لابتوب غيمينغ اللابتوب هو جي ال خمسمية وتلافق طبعا جاي تشوفون الكارتونة الكارتونة كل الشبيرة طبعا بها مفاجآت فلازم شنو تشوفون الفيديو للاخير على متعرفون شنو المفاجآت اللي موجودة داخل الفيديو هذا ابقوا يانا للاخير وللعلم هاي الطوبة مالها دعوة بالفيديو ابت ابقوا يانا حسنا هنبلش نفتح الكارتونة كارتونة المفاجآت نفتح الكارتونة منها هنفوق هنحطرها لوكي ثاني منه كارتونة اوف 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 كارتونة بيها شغلات اي 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 نين نبلش هاي بعد ما نحتاجها مبلش اول شي بالكارتونة شوكوا اوف اللابتوب هاذا اللابتوب هنخلي بعدين راح نستعرضها مزيلا بعد شوكوا اكوا هاي الجنطة جنطة اصلية من شركة السوز هم جنطة الظهر هاهم بعدين نشوفها واي شون هاذي اوف هاد فون جيمينج هاد فون جيمينج من شركة السوز نزيلا بعد شاعدنا مفاجأات فرضاة الكارتونا ماكشي ماكشي فرضاة الكارتونا هسه راح نفتح الكارتونا مال اللابتوب جي ال خمسمية وثلاثة فيه هاي تشوفون طبعا الشعار مال الاسوز كل مكان طبيعي على الكارتونا طابعينا على هاي الوصلة طابعي بكل مكان منحقهم هذي اللابتوب بعدين نستعرضه هذي نخليه هنا شوف الكارتونا شبيهة الكارتونا هذي دليل استعمال اكثر من اللغة هذي هذي اه شدنا هنا بعدين المفاجأات مستمرة هذي اه ماوس ماوس مال جيمينج ايضا من شركة السوس هذا الموس مال جيمينج شركة السوس الشعار السوس هذا الموس تقليه هنا ها نشمرها هنا ها نشوف شدنا الشاحنة الشاحنة طبعا لازم تكون شاحنة كبيرة تكون لان اه باور يستهلك باور يعني لان راح تستخدمها لله والديزاين فالهذا تقليه شاحنة فولتية عالية اللي هي هنانة تساتعش ونص فولت سبعة فاصلة سبعة امبير هاي الشاحنة هم نشمرها على صفحة بعد هنو الكارتونا شبيهة هاي اكيد كابل ما الشاحنة الشاحنة شارعها تشتغل غيرها كابل يشغلها نربطها بالكهربا زين هاي بعد ما عدنا شي خلصت اصدقائي وصار الوقت شنو انه هون نفتح اللابتوب ونطلع من التشيز كافي لان اختنق هذا التشيز بعد ما نريده خلي اللابتوب يشتمل هوا وهذا هم بعد ما نريده هتشوفون اللابتوب آآ اللابتوب الموديل الجديد طبعا الفنيشينغ مالته كلش حلو شعار مال اسوز هنا المعدن واكو اثر اثر عليه كان كأنه خطوط كلش حلو هاذا هنقلوب الكوموليه هتشوفونه هاذا الفنيشينغ مالته كلش حلو هنا نضلع مضلع يعني فتشي كلش حلو مواصفات الفنية يجيب معالج الجيل السابع سبعة الاف وسبعمية اتشي كيو تو بوينت ايت طبعا بالاستخدام يصعد الى ثري بوينت فايف تقريبا آآ ابرام طبعا الرامة داما تجيب بالجيل السابع دي دي ار فور بعد دي دي ار ثري انتهى دي دي ار فور يجي برام ستة عش قيقة امكانية نصعد الرام الى توصل الى ثين وثلاثين الحاسبة تتحمله وكلش طبيعي يعني الطبيعية اللي يريد يشوف انه الاداة بالستة عش قيقة قليل يقدر يصعد الرام الى الثين وثلاثين الهارد طبعا الهاردات اغلبية اللابتوبات مال جيميك تجيب هاردين هارد اج دي وهارد اس اس دي الاس اس دي طبعا معروف عنه انه تصير سرعة الاقلاع عالية سريعة توصل الى عشر ثواني انه الويندوز يفتاح وعشر ثواني الويندوز يغلق على عكس الهارد الاش دي اللي توصل الى دقيقة دقيقة ونصف هاي فايدة الهارد الهارد قلنا هاردين اج دي واس اس دي الاس اس دي يجيب ساعة مئتين وستة وخمسين جيجا بايت الاش دي يجيب بساعة واحد تيرة طبعا بسرعة سبعة الاف ومئتين حتشينا الرام حتشينا الهارد نجي على الويندوز تين بروفيشنال اه ويندوز عشرة اه طبعا كل اللابتوبات الحديثة من الجيل السابع والثامن بدت الشركات بس تدعم الويندوز تين يعني بالتفاقيات بين شركة انتل وشركة مايكروسوفت على موض يصير انه الويندوز الرسمي نقدر نعتبره اللي هو ويندوز عشرة يجي بعد من المواصفات كرت الشاشة اللي يجي هنا هنا كرت الشاشة يためه 4G GTX 1050 طبعا هذا يكتبر اقل في الكروس الشاشة اللي خاصة بالالعاب مو معناها انه كرت الشاشة ضعيف لأ وانما اقل فيه 10501050 Ti 1060-1070 Ti 1080 Industries الاضافة لهذا كيبورد طبعا اي اجي ضوئي بس هذا الموديل اللي يجي هي الكييبورد lovers يعني إمكانية الإضاءة تكون متعددة أكثر من اللون. حسب ما مكتوبة هنا أنا أعتقد هنا أنا أكو برنامج برنامج يعني سوفتوير ينزل ويانا ينزل ويانا متتحكم بالإضاءة مالتي. إضافة لهذا اللي يجيب شاشة خمسطعش بوينت سيكس فول اش دي. آآ سبيكرات هاي الإضاءة هنا هنا هاي السبيكر. هاي السبيكر واضح هنا جاي شوفوها. راح من الشركة ايضا اي لابتوب وديزاين لازم يهتمون بشغلة اللي هي شنية شغلة التبريد. هاي اللي جاي شوفوه هنا المراوح والتبريد. واضح هنا. وسنشوف المنافذ اللي موجودة على طرفي اللابتوب. اول منفذ هنا منفذ الباور اللي خاص بالكهرباء. تزويد اللابتوب بالكهرباء. المنفذ الثاني منفذ الاثرنت. خمسة واربعين آر جي. المنفذ الثالث منفذ ديس بلاي بورت. ميني ديس بلاي بورت. المنفذ الرابع اللي هو منفذ الاش دي اماي. وهنا منفذ موجود يو اس بي تو ويو اس بي آآ ثري. آآ منفذ هنا الخاص بال بالهيت فون اللي يصير منفذ واحد هو 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 مايكروفون. نستعرض الجهة الثانية منذ ما تشوفون موجود خمس منافذ. المنفذ الاول المنفذ الخاص بالسيكوريتي اللي نربط باللابتوب. المنفذ ين يو اس الثاني والثالث اللي هو يو اس بي ثري. المنفذ الرابع هو يو اس بي ثري بوينت وان تايب سي. والمنفذ الاخير اللي هو موجود بكل لابتوبات قارع الاس دي كارت. بس الدورة يجاي لمن اجي لليتفون خلن نفتح نشوف شكله. هل يسوى انه ينطونا اياه هدية لو لا. لو يجاد حكون علينا. بس حاسبي علينا هدية. لو يسوى. هذا الهتفون. هاي كارتان بعد ما نحتاجها. نشوف الاوليات. هاي مجموعة دبترات. توصالات. خاصة بالهتفون. هاده المايك. هاي خاصة بالمايك. هاي خاصة بالهيت سيت. نجوين هنالا. وهذا المايك. هاده المايك مالتي. متحرك. يتصل بالهيت فون. هاده المايك مالتيش متحرك. اسه راح نشده. هاي الكارتونة ما نحتاجها. بالهيت فون. كل ما تشوفون. هاده فون حلو. بسيط. خاص بالقيمينج يعني نقدر نعتبره بالقيمينج. بس حلو يعني. سعره يقارب تقريبا بالخمسين دولار. هنالا هذا الخاص بالكتم الصوت او تعالية الصوت هنالا ايضا. هسه جاي شوفونا الهيت فون. هيت فون خفيف كلش حلو. هنالا حاطين كأنه سلايت من تفتح على حجم الرأس. اه ريببلك اوف قيمارز يعني جمهورية الالعاب. اه خلي نجربه. طبعا الوسادة مالتها كلش حلوة. ما تضغط على اذن. حركتها كلش حلوة. خفيف على الرأس. نعم نتنزل ما يضغط. يجي شينجرب مكان المايك. وهذا مكان المايك. هذا مكان المايك. بحالة اذا ما تريد مايك بس تريد شار الهيت فون. وهذا هنا بقود المايك. طبعا قلت لك المايك متحرك بحالة تريد تقرب على على مود الحج تقرب على الحلقة. تباعده. كلش حلو. حرية بحركة كلش حلو. يعني هيت فون حلو. والله كهدية كلش حلو. يعني تقريبا سعره وقارب الخمسين دولار. يعني منطي فري. كلش حلو. اضافة لهذا الهيت فون. اكو ايضا بعد الجنطة نستعرض. هي الجنطة ما ما بيشي ما تشوفون. جنطة الظهار. يعني الجنطة الاصلية ما قاربها سعرها بالخمسة وعشرين دولار. يعني تقريبا ما قارب الهدايا اللي اللي جاية ويه الجهاز. اه بحدود الميت دولار. يعني انت محصل الخصم مبدئيا ميت دولار اللي قدام ليش. لان عندك هيت فون و اه ماوس و جنطة. والاهم من هذا كله انه كل هنا ذني من شركة اه السوزي. يعني اصلي. الكتب تشوف. Đây takes دولار اللي قدام ليش 10W kite دولار رقصة او جارات المقديم. ب agradامتك في الدولارiset رقص بجنطات هوا ما دولارڈون رو نقطة. نخرج 67 لخصون او؟ عند محصل اللعا جنطة. ash هوا ما دولار تجارة سوزي سوز Eliot وبالنهاية أرجو الفيديونا على استحسانكم أو رضاكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب أو حاولوا تشيرون الفيديو على أكثر من موقع كان معكم مصطفى محمد من قناة ابن بغداد انتظرونا في فيديوهات جديدة وبالأخير هاي الطوبة للمصور نهاية الفيديو أرجونا الفيديو يناعل على أعجابكم وبنهاية الفيديو أرجونا الفيديو يناعل على السلسات